موسيقى قرر خلاب ايه يا ريتن عاد الزكرة صال الله هلأ انك ما ذكرت من صحبتنا كل ياتا غير هلأ علاك لمصدي هذا صال الله يا معالمي صال الله هياهوتاك شانو انت بتحبه بلا سكر انا بحبه ساده هيا بلا سكر هديك الساده علام اذا بسألك سؤال بتزعال شي لحظة مصبوط مصبوط شو بدك تقدر سألني يعني اذا بسألك ما بتزعال على هو السؤال هو السؤال نفسه الله يخليك يا ابو عنتا لما عجب لي سيرة هالشخص مصبنو ليش كل ما بسألك عنو بينخط بدناك وانشالله بدني ولا بدناك وما بدك يعني يجيب سيرتو شانو ما بيستاهل يكون صديق ابدا لكان فهمني حتى ما عوض اسألك عنو وهز بدناك عندي بدناك بالدنيا طيب اذا قلتلك توعدني انو تقيم من بالك هالخائل ابدا موعده صور يا رجل عيد الصداقة عيد الصداقة قضيتو لحالي متل الارملة يعني ما شفتو بعضكو بعيد الصداقة منين بدي شوفوه لك انبرا لساني انبرا لساني وانا بقول له لك يا حبيبي يا ابو الغور عيد الصداقة بقيان له كله يومي واخوك ابو عنتر شغلة اسبوع بيطلع من الحبس خليك من عيد سوا وبتشوفو وبتودعو وبعدين بالسافر عبس يا ابو عنتر عبس بعدين قال لي كلمة ولا بلا ما بدي قوله خليه جوه تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح بقها ولا تخليها تجرح قال لي انا اساسا هاجج منه قوم منه ولوين هاجج؟ على استراليا صور هاي مرتل تسعونة قال طلالة اهل باستراليا بتتاخده لهنيك مشان يبدو حياة جديدة وين هاي استراليا سمعان فيها بس ما بعرف وين وين سمعان فيها شنو اجانه واحد عن الحبس قال كان باستراليا ولقطوه مشان خدمة العلام وين هاي استراليا بالتقرد relationships لو اخذيك يا هرد اليها الهدى يا أبو عنتر أنت لم تسقف منه الجاذبية لم تسقط المسك زازبية ها تعرف يا معلمي أنا شو حببتي فيك شو حببك فيني زازبيتا شكرا أخي أبو عنتر لا عفو لكن تعرف أيضا معلمي أنه نورية شو نصر لقرائبين أستراليا شو بعرفني يا أبو عنتر جدي لعبي عائلتس لا وهو راح صداء كما بس أنا سمعت أن الفيزا لأستراليا صعبة شو راح هي غريبة لا أبو عنتر بس أنا السفير الروسي صاحبي كنت يعني هيك خدمته في فيلا عليها الإيمين توصط له عندهم فأعطاهم فيزا لأستراليا بعد هالحكي اللي حكاها شو بدك تعمل يا أبو عنتر شو بدك تعمل لك عمال منيح وكب بها البحر كب هو من ساعة ما أبو الغور تزواج أنا حسيت أنه بدنا نخسره هاي بسيطة بده يعمل كريستوف كولومبوس يعمل لكن يخليني أقلب قدام أبو العز هيك هل قدد الكمشي؟ أصلا أنت قدد الكمشي ما فيا شي بس ليش ألمت قدد الكمشي؟ لك يا أبو عنتر يا أبو عنتر تصور بعد ما سافر لأستراليا اكتشفنا أنه صارئ صيغة مرت المعليم لك أنا منين جاب حقتكتهو هاي لما وصل إلاحك معو باطل؟ أنا كيشي بقبله منه إلا هاي خسات يا غوار قل لي وين هي إستراليا؟ دلني عليها مرة تانية لك كم مرة بدي أقلت ياها؟ هاي البطيخة هي من تحت هاي إستراليا هون؟ ماذا؟ خسات يا غوار قديش جرحني؟ قديش جرحني وقت قلي أنا بدي هج لأخص من هالقوبي فشار نحنا كنا أوبي هلا هو الأوبي يا الحرامي لذلك يا أبو عنتر الله يخليك ويرضى عليك لباج جبلي سيرته بنوم يا ريت بعرف عنوانه بإستراليا لحت روح لهني قد أحواتلي عشقه لبق ورجع لهون بس خايف يكمشوني بشأن الجندية أخي لا تقدحوا ولا يقدحاك الله يسعده ويبعده أساسا أنا في شي تاني عندي كلام ما قلت لك يا نورني نشوف صور يا أبو عنتر قبل ما يشوز قلت للك يا حبيبي يا غوار تعال واستقر واشتغل عندي ما رضي يا راتجي اشتغل هون عواضي وأنا برجع الحبس أريح لي وزيادة في مفهوم الاستقرار قلت له بجوزك أختي أنا أخيت فطينة ما عندي غيرها أيوه معنى تبتاني أمك شكرا شكرا